مجزو العاشرة أهلا بكم بداية وبمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسائل تهان من ملوك ورؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة سيد الرئيس تلقى تهان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلسي الوزراء محمد بن سلمان ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الجمهورية تونسية قيس سعيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي كما تلقى سيد الرئيس التهانية بمناسبة عيد الاستقلال من قبل ملك إسبانيا فليب السادس رئيس جمهورية كوديفواغ الحسن وطارة رئيس جمهورية إتيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ووركزاودي رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا وكذا نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا روزاريو موريلو إلى ملف رئاسيات السابع سبتمبر المقبلة التي تفصلنا عنها أقل من شهرين حيث تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقعات الفردية إلى غاية منتصف ليلة الخميس الثامن عشر جويليا الجاري وقد بلغ عدد الراغبين في الترشح لحد الساعة 34 من الأحرار والأحزاب السياسية وتؤكد والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن خلايا المصادقة على استمارات التوقعات الفردية تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة وأيام العطل من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا إلى قطاعي السكن حيث تعلم وزارة والسكن والعمران والمدينة جميع المواطنين أن عملية التسجيل في برنامج عدل ثلاثة ستتواصل في المنصة الرقمية اليوم الثلاثاء من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء وتستمر العملية حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل وحسب آخر بيان لوكالة عدل بلغ عدد المسجلين في برنامج عدل ثلاثة إلى غاية يوم أمس 722.999 مكتتبا عبر كامل التراب الوطنية في آخر تطورات الوضع بفلسطين المحتل أفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشار ثمانية شهداء وعدة جرحة من تحت أنقاض ثلاثة منازل قصفها الاحتلال الصهيوني في أحياء الجلاء والصبرة والصحابة بمدينة غزة تزامنا مع قصف مكثف من طائرات الاحتلال منطقة تل الهوى ومحيط الجامعات جنوبية المدينة التي تشهد منذ عدة أيام قصفا مكثفا وتدميرا لمربعات سكنية كاملة أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم باتجاه المناطق الجنوبية في هذه الأثناء أصيب أكثر من خمسة عشر فلسطينيين بجروح مختلفة جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا غرب مخي منصيرات بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز أعود وألقاكم على رأسي الساعة أما الآن نعود إلى الزميلة رتيبة وفقرات ومواضيع بردمج هذا الصباح شكرا